حلم المونديال والهرب من الكأف مكاسب بالجملة تنتظر التراجي التونسي في مواجهة سانداونز الجنوب إفريقي في دور الأبطال لكنه كذلك قد يخسر كل شيء في مباراة واحدة على مداري الفترة الماضية كان سانداونز الجنوب إفريقي أكثر الفرق إرعاباً لكل المنافسين في القارة السمراء سواء في دوري أبطال إفريقيا أو حتى في البطولة الجديدة الدوري الإفريقي التراجي التونسي على موعد مع مواجهة قوية أمام الوحش الجنوب إفريقي على أمل العبور من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والوصول إلى المباراة النهائية في البطولة القارية وصل التراجي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أسد الإفوارية وكانت ركلات الترجيح الحاسمة في المبارات بعد التعادل ذهابا وإيابا في ربع النهائية على جانب الآخر فإن الوضع لم يكن مختلفا مع سانداونز الجنوب إفريقي والذي صعد إلى نصف النهائي بالتعادل ثم ركلات الترجيح ليعبر عقبة يانج أفريكانز التنزانية الترجي ينتظره العديد من المكاسب الكبرى حال نجح في عبور سانداونز أبرزها تحقيق حلم ونديال الأندية لكنه يواجه تحديات كبيرة كذلك منها الاستبعاد من النسخة المقبلة من البطولة الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقع عقوبات كبيرة على الترجي التونسي بسبب أعمال الشغب الجماهري في مايو من العام الماضي ومن ضمنها التهديد بالاستبعاد من دورية أبطال إفريقيا حال تكررت هذه الأحداث على مدار عام كامل منذ صدور هذا القرار صعود الترجي من نصف النهائي بشكل آمن دون حدوث أي أزمات أمام سانداونز يعني نهاية هذه العقوبة وأنه لم يعد مهددا بالاستبعاد من البطولة القرية حال تكرر الشغب الجماهري من جديد الأمل الأكبر للترجي التونسي في هذه المواجهة هو ضمان التأهل للنسخة التاريخية لبطولة كأس العالم للأنديا في 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بالنظام الجديد الموسع الترجي مرشح للتأهل للمونديال بالفعل لكنه لن يفعل ذلك إلا من خلال طريقتين الأولى هي التتوج بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا والثانية ألا يتوج مزامبي الكنغولي باللقب ويتمنى الترجي الانضمام إلى فريقين عربيين ضمين التأهل بالفعل للمونديال الجديد وهما الأهل المصري والوداد المغربي فرغم غياب الوداد عن بطولات الأبطال في نسخته المقبلة إلا أنه متوج بلقب 2021 ليضمن التأهل الترجي يتمنى أن لا يكون سانداونز الصخرة التي تتحطم عليها مسيرته الخيالية الحالية إلا أن النادي التونسي مع مدربه الجديد لم يتلقى الهزيمة على مدار الفترة الماضية منذ توليه المهمة في يناير الماضي ثمان مباريات خاضها الترجي منذ ذلك الوقت في الدورية التونسية ودوري أبطال إفريقيا حقق الانتصار في ست من هذه المواجهات واكتف بالتعادل في مواجهتين فقط لكنه لم يهزم حتى الآن ترجمة نانسي قنقر